زي ما قلت لحضراتكو الزمالك بينتظر الفلوس الخاصة بكهربا بفرغ الصبر وعشان كده كهربا ماشي واحدة واحدة ليه؟ لان ازمة نادي الزمالك المالية ازمة كبرى يعني الغرامة الخاصة بسبورت انجليش بونة والمتعلقة بشيكابالة واشنبونج ايضا لعب نادي الزمالك وابراهيم انا ضاي والحق الرعاية النادي ودي دجلة اعتقد ان الزمالك بكرة اشنبونج حيحول له الفلوس بتاعته وايضا ودي دجلة عشان يحل جزء من اللغم اللي موجود وممنوع من القيد بسبب مثل هذه القضايا وبعد كده شغال على قضية سبورتنج جليش بونة لكن عايز يولا مالية تكون موجودة في النادي وكان الله فعون مجلس دارة نادي الزمالك سواء كان في كرة القدم او في كرة اليد وخلافه زي ما قلنا الموضوع كله النهاردة ايضا المحامي الأستاذ ممدوه عباس طلع بيان لان احنا طبعا بنقول الزمالك بيقول ان الأستاذ ممدوه عباس حاجز على فلوس نادي الزمالك في البنوك حقول البيان واقول لكم ما بين السطور أصدر كمال شعيب محامي المهندس ممدوه عباس ريس نادي الزمالك الأسبق بيانة للرد على حقيقة الحاجز على حسابات نادي الزمالك مؤكدا أن الحاجز الذي كان من قبل موكله على حساب نادي الزمالك ببنك مصر فقط وعلى مبلغ وقدره 52 مليون جنيه قبل زيادة سعر صرف الدولار هو بالفعل في بنك مصر لكن لما يعني معلوماتي أن الأستاذ ممدوه عباس لما أخذ حكم نهاي أنه هو خلاص ياخد فلوسه اللي موجودة في بنك مصر هي 52 مليون دولار فالمستشار مرتنى منصور في ذلك الوقت خاطب جهات الضرائب احنا مدينين للضرائب بمبلغ كذا وبدل ما يخضو زي ما قلتلكه برضو بدل ما يخضو السلم ممدوه عباس الدولة أحق به وبالتالي عمل منجزة الصبح كانت الضرائب موجودة مع السيد وزير المالية لحق الدولة وحجزت على المبلغ ده وعلى حسابات الزمالك في كافة البنوك المبلغ كان موجود في بنك واحد مصبوط لكن حجزت عليه على حسابات الزمالك وأوقفتها في كل البنوك وبالتالي أصبح الزمالك أي بنك ما يدرش يتعامل معه خالص أي بنك حاليا الزمالك ما يدرش يتعامل عليه طيب فهذا شعيب عبر بيان رسمي صادر عنه مساء اليوم الاثنين بأن هذا الحجز كان تم رفعه وإيقافه برضو نشوفه الكلمتين الجداد من يوم واحد مايو الماضي من واحد مايو منوها إلى أن الحجز الوحيد على حسابات نادي الزمالك حتى تاريخه هو حجز مصلحة الضراب المصرية زي ما نقولت الحضاقه دلوقتي بناء على الطلب غير مسبوك بحسب وصفه والمقدم لها من إدارة نادي الزمالك بالحجز على حسابات نادي الزمالك لاستفاء الضريبة للدولة وأشار محام السيد ممدوع عباس عبر البيان ذاته إلى أنه بناء على هذا الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك قامت مصلحة الضراب المصرية بالحجز على جميع حسابات النادي بمستحقات ضربية تجوزت قيمة 300 مليون جنيه ولفت الانتباه إلى أن بناء على خطاب أمين صندوق بنادي الزمالك الموجه إلى بنك مصر واللي طلب فيه من البنك تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لحجز مصلحة الضراب على حساب نادي الزمالك وصرف وتحول المبالغ الموجودة بالحسابات إلى مصلحة الضرائب بجانب التنازل عن أي عائق قانوني يعوق الصرف وأكد كمان أن السيد ممدوع عباس عبر النادي الزمالك لأسبق منذ 1 مايو 2023 تاريخ إقاف ورفع الحجز لم يتخذ أي إجراء جديد للحجز على حساب النادي مرة أخرى نظرا للظروف التي يمر بها النادي حاليا والحجز قائم الآن على حسابات نادي الزمالك هو حجز مصلحة الضرائب المصرية الذي تم بناء على طرف دارة نادي الزمالك